ما هي فوائد تناول حفنة من الجوز بانتظام يحتوي الجوز على كميات عالية من المركبات الصحية مثل أوميغا ثلاثة والمغنيسيوم والبوتسيوم ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية؟ تساعد العديد من هذه المركبات في حماية صحة القلب ودعمها. يساعد المغنيسيوم والبوتسيوم في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل التوتر في الأوعية الدموية مما يساعد على إبقائها في حالة استرخاء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الجوز على العديد من المركبات المفيدة لصحة الجهاز الهضمي. يساعد محتواه العالي من الألياف على منع مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز الهضم المنتظم. عند تناولها بمفردها، تساعد الألياف الغذائية والسكريات المتعددة والفلافونويد الموجودة في الجوز على الحفاظ على فلوراً الأمعاء وتسهيل عملية الهضم. يساعد محتوى الفولات العالي في الجوز أيضاً على منع نمو الأحماض الضارة في المعيدة، مما يوازن حموضة المعيدة. الجوز غني أيضاً بالأحماض الدهنية التي تؤدي وظائف مهمة مثل تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في كيفية استخدام الجسم لها. تساعد الألياف الموجودة في الجوز على رفع مستويات السكر في الدم ببطء، مما يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. يحتوي الجوز أيضاً على كميات عالية من البروتين والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وثباتها. يستغرق تناول حفنة من الجوز حوالي 5 إلى 6 ساعات لهضمه تماماً وخلطه في الدم، وخلال هذا الوقت يطلق الطاقة ببطء، مما يطيل من الشعور بالشبع ويساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم. يحتوي الجوز أيضاً على التربتوفاني، وهو حل طبيعي للأرقي، والذي يمكن أن يساعد في استرخاء الجسم وله تأثير إيجابي على الأرقي. حفنة من الجوز ضد الأمراض، الجوز غني أيضاً بمضادات الأكسدة. تعمل مضادات الأكسدة على حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وتقليل آثارها وتقوية جهاز المناعة في الجسم. كما يمد الجوز الجسم بفيتامين إي الذي يساعد على موازنة مستويات الرطوبة في أنسجة الجلد، مضادات الأكسدة التي يحتويها تحمي أنسجة الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس. هل هناك أي آثار جانبية لهذا الجوز المغذي؟ كيف ومتى وكم يجب أن تستهلك طالما يتم استهلاك الجوز في الوقت المناسب وبكميات مناسبة، فإنها لا تسبب أي مشاكل لأنها تحتوي على العديد من المركبات المفيدة من التربة. ومع ذلك، إذا تم تناولها بشكل متهور وبكميات زائدة، يمكن أن تسبب آثاراً جانبية معينة. بادي إي ذي بدأ من المهم ملاحظة أن الجوز المباع في المتاجر والأكشاك المضاف إليها الملح والصلصة لا يحتوي على الفوائد المذكورة أعلاه. لا نوصي باستهلاك هذه الأنواع من الجوز. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لما يحتويه من دهون وبروتينات عالية الجودة، فإن الجوز من المكسرات عالية السعرات الحرارية. إذا تم تناوله كوجبة خفيفة، فقد يسبب مشاكل في الوزن. فيما يتعلق باستهلاك الجوز، يوصى بتناول واحدة أو نصف حفنة من الجوز ثلاثة إلى أربع أيام في الأسبوع. لن يؤدي استخدام مصادر الدهون الصحية بدلاً من منتجات السكر المكرر إلى إبقائك ممتلئاً لفترة طويلة فحسب، بل سيكون إيضاً قراراً منطقياً أكثر لجسمك. يمكنك أيضاً الاستفادة من الجوز عن طريق إضافته إلى نظامك الغذائي مع مراعاة المعلومات المقدمة. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتنا. اعتن بنفسك، حافظ على صحتك، وابقى على الطلاع.